اشتركوا في القناة حضيت شهادة الإمام الحسين عليه السلام بعناية إلهية خاصة جداً بحيث جعلها الله تبارك وتعالى موضع توجه خاص عند الأنبياء والمرسلين عليهم السلام فتعاطفوا وتفاعلوا معها وظهر منهم المواساد ورفعت أرواحهم أحر العزاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وها نحن أمام جملة من روايات نقلت لنا ذلك نتأملها ففيها ما يكسر القلب ويبكيه ويجري عبرات النفس ودموعها الساخرة إسماعيل صادق الوعد عليه السلام قال الإمام صادق عليه السلام إن إسماعيل الذي قال الله عز وجل في كتابه واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبياً لم يكن إسماعيل بن إبراهيم بل كان نبياً من الأنبياء بعثه الله عز وجل إلى قومه فأخذه فسلفوا فروة رأسه ووجهه فأتاه ملك فقال إن الله جل جلاله بعثني إليك فمرني بما شئت فقال لي أسوة بما يصنع بالحسين عليه السلام ترجمة نانسي قنقر